هنروح لكرة اليد ولكن منتخب الشبات منتخب الشبات عمل إنجاز كبير جدا 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 بلعب في غانا وتأهلوا للمباراة النهائية مع أنجولا في حدث الحقيقة أنا شايفه حدث كبير محتاج نحط عليه الضوء إحنا بنحارب وبنجاهد إعلاميا عشان يبقى عندنا منتخب سيدات منتخب الشبات فاز بكل مباراة وتعادل مع أنجولا في المجموعة وتأهل للنهاي لعب أنجولا في النهاي وخسروا 28-23 18-17 أنا أسف 18-17 فازوا أو خسروا 18 فرق هدف وأنجولا إحنا تعادلنا معها في المجموعة والبطولة تلعبت في غينيا مش غانا غينيا في الفترة من 17-26 طيب هل الفريق ده نواه؟ آه نواه لأن الفريق ده عنده 20 سنة مويد 2002 نواه للمنتخب الكبير مع اللعبات المحترفات بأوروبا رحاب جمعة وعندك مروع عيد عبد الملك اللعبات ده لو انضموا مع الفريق مع اللعبات اللي في الدوري المحلي كويسين؟ لا منتخب مصر للسيدات هيبقى ليه شأن تاني لا يقل أبدا عن الرجال وإحنا الحقيقة متبنين ده من أول يوم في برنامج الأبطال مصر تستحق أن يكون لها فريق قوي في السيدات لكرة تلياد والحقيقة اللجنة المؤقتة أضعت شوت كبير في ده بدأت بالشبات والناشئات وهايعملوا شغل كويس فيه سلاسي الأهلي بيلعبوا مع الفريق ده مين بيلعبوا مع الفريق ده؟ عندنا رحمة محمد روان سعيد منا طلس هيدول لعبات النادي الأهل اللي بشاركوا مع المنتخب وإن شاء الله رجعوا بالسلامة وبإذن الله أنا أصدفهم في الحلقة ونعرف كمان طموحاتهم وما أعملوا في كأس العالم اللي جاي لأنهما تأهلوا لكأس العالم إن شاء الله الفترة اللي جاية هيتلاقي في سلفانيا من الفترة 22 يونيا وحتى 3 يوليو بداية كويسة يا رب يا رب يوفقنا مينة الله سيد كمان كانت فازت بجائزة فردية ويجائزة أحسن حريسة مرمى في البطول يعني منت الله سيد لعبة أو حارس مرمى النادي الأهلي فازت بأحسن مرمى أحسن حارس مرمى في البطول ودي حاجة كلنا يعني مبسوطين لها وزي ما قلنا إن إحنا هدفنا نشوف منتخب مصر للسيدات لكرة اليد بنفس نتائج ونفس الصيت اللي واخده منتخب الرجال